هاي جماعة زيكم ويربو كلكم تكونوا كويسين ومبسوطين النهاردة شكلي مختلف غريب شوي عشريني بس قلت تغيير النهاردة هعمل فيديو عن الحاجات اللي كنت بتاعها الفاترة اللي فاتت عارفة ان اغربية فيديوهات بقيت عن الحاجات اللي انا اجيبها بس يعني انا بلاقي حاجة حلوة وعجبتني اقول ممكن تعجبكم انتو كمان فبعمل فيديو ولو عايزين اني اعمل اي فيديو عامل حاجات تانية اقولولي انها اعمل عشان مخيم ووقف خالص مفيش اي افكار جديدة يعني بس انا جبت شوية حاجات هي هدوم على ثلاث حاجات تانيين هي مش حاجات كتيرة بس كان فيه سيف ماسي مودوتي او ماسي مضبطي او ايان كانتو تقولوا عليه ايه واجبت شوية حاجات اكثر ما تعجبني فين حاجاتها كلاسك جدا وموضاتها مترحشو بالوانه حتى تحسوها تقليديجة جدا فلما بتجيبي الحاجة مومكن تبزي على اي حاجة تانية وبممكن hoard معيك وقت طويل اههه ابتدى على طول اول حاجة جدا هى ال changing skirt دي او جوب دي زي ما نشايفين هي بليسي أو بليتت سكيرت سودا قصيرة شوية طبعا عشان عارفين ان انا قصيرة فبيمشي معي ان شبهات القصيرة فتبقى طلعا نظبوط علي بيزيك قوي وحسها تتلبس على اي حاجة هي شيفون فهي ممكن صيفي شوية بس انا في دماغي مستني اي الشتة يجي طبعا مفيش هنا شتة بس يعني انا مستني اي يجي والبسها على زي بولوفر او جامبر كده ابيض تخين كده ودي تبقى من تحت وبوت اسود حسها هيبقى شكله حلو قوي تاني حاجة جبت ده فانطلون ابيض وماشى عادي انا فيهوش اي حاجة فيه كسر كده من فوق ووسطه عالي شوية وهو مش هو طبعا مكسر جدا بس هو مش سكيني هو نازل ستريت حلو قوي في اللبس وبونطلونات البيضة بتبقى بتحلي شكل اللبس في الصيف تخليه كده فرش وكمان لو لبستو على حاجة بيضة كمان من فوق حسها هيبقى شكله حلو قوي لو عايزين افكار انا بلبس اللبس ونازل صور على انستغرام اعملولي فولو هناك هعملوكو اكتب على طول ولو قولوا عايزيني اعمل فيديو وانا لبس الحاجات قولولي تحت في الكمنت وانا هعملو بعد كده بونطلون كمان ده اماما هو قماش بس هو شبه الجينز اوي بسنتج متجن ميكوش ضرائر ولا اي حاجة وسنتو عالي اوي هاي واست ورجليه وسع جدا من تحت امامش طويل يعنى عند العظمة كده شكل حلو اوي في اللبس لو لبستي عليه شميز ابيض لبني اي حاجة ودخلتي من جوا حطيت شميز من بره لبستي عليه بلايزر مالبستيش عملي اوي واللونه ويمشي على كل حاجة وفيه زي نقشة بسيطة كده وحسيتوا شكله لذيذ قوي في اللبس بعد كده حاجة كمان بيزق جدا 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 بلايزر في ناس كتير قوي ما بتحبش البلايزر بس أنا بحس البلايزرز بتمشي على كل حاجة ولازم يبقى عندك تشتغلي ما بتشتغليش ممكن تلبسي كاجول ممكن تلبسي فورمل يعني ده بلايزر كحلي في بردو زي نقشة خفيفة كده قوي ممكن تلبسي على تي شيرت و جينز ممكن تبقى فورمل ممكن تلبسي على كستان بحسه عملي قوي وأي واحدة لازم تبقى محتاجة في الدولاب بتاعها مش عارفة ليه في ناس بتكرهه أنا كنتش بحبه في الأول كنت بحسه بيعرض كتافي قوي بس دلوقتي تبقى تحسه لازم يبقى موجود وفي من جوه البطانة مقلمة كده فلما تشمري كماما وتلبسيها على تي شيرت و جينز ببقى شكله حلو قوي آخر حاجة بقى جبتها من ماتيمو دوتي دي دي جاكت هي شكلها شطوي بس هي ومشيتها خفيفة قوي كماما مش طويلة قوي قصيرة ومعاها الحزام ده هي جاكت مفتوحة كده مش عارفة بينا ولا من غير زراير ولا اي حاجة حسيتها ولبستها كراس كده وربطت الحزام عليها في يومكا هي اشكلها لازيز قوي ممكن اشيل الحزام ولبسها مفتوحة كده زي حاجات البوهو كده آآ قلت كده كتير قوي حسيتها تبقى اشكلها حلوة قوي هو لونها بيج عايزين زي حما اشفين كل الهدوم ان انا كاتتها ها كاته عادية جدا و طريقة بيجزق جدا لان انا عدوا كل حاجاتها اشيخ قوي مثل مح Rangers لان قاعوة ظاهات wake وam만 كتير والمر perfectly كل الهدوم انا كنت اشيخ سوف تكون عدوا كانت كلها في عائلة كينا بمدى الضيش بوت моей انت Pier Thank God كله كان على تسكنت والري يابب تكون الهدوم عقبتكو وقولولأي لو عادي ذات Camera بلسوا فيwick يومك هش соп beloved بعد كده نيجي بقى الحاجات اللي مش هدو ام دي برفيوم طبعا انتعافين قدي انا بحب جو مالون جو مالون جو مالون وقدي ايه هو اصعار مش قليلة بس بجد برفناتو تجنن بعد ما تحطوه شوية بتحسوا ان انتو مش شمينة بس اي حد ما عدي بيسألني انتو حطة ايه فاتي حاجة حلوة قوي ان انتو بتنسوا ريحة ما بتدائكوش طول اليوم بس الناس بتوضل تشميها جبت دي جبتها من الجوتي فري من المطار بيبقى ارخص كتير من بره كمان المطار كان عامل سيل فكانت عرها ارخص 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 كتير من بره دي اسمها تيو بروز انجاليكا ريحتها عاملة زي الزنبق عارفين الزنبق في ورد كده اسمه زنبق لما تروح اي محل ورد سألو علي ورد ممطي مفضل فريحتها تفكرني بمامي جدا وتفكرني بالافراح كمان في ريحت عاملة زي المهلبية شوية بس بجد تحفة واللون الغامق ده بيبقى انتنس اكتر من الشفاف بجد ريحتها رهيبة مهلبية كده بجد برد اللي هو الزنبق ده رحوا شموه هتعجبكوا قوي ريحة وبعدين اخر حاكتين هم دول شامبو و سيروم لو تعرفوا حد عايش في الامارات هم هتلاقوهم في صيدليات لايف بجد تحفة في منهم كزا نوع بس انا جبت البرازيليون كاراتين رهيب بجد احلى شامبو احلى حتى من الماكاديميا اللي انا ورته لكم في فيديو قبل كده كنت بستخدمه بيطاري شعر جدا ريحته كوكونات رهيبة انا ما بحبش برد الهند ابدا ابدا بس هو ريحته عاملة زي الباونتي في مياجات حالي ريحته عاملة زي الباونتي بيطاري شعر جدا وبيدينه لمع رهيبة هو والسيروم بش بستخدم حتى niete conditioner من قطب으로 بيطاري الشعر هو في ليي conditioner بس انا جدت بس همبو والسيرم بجد انزحكو تقبوهم اسمه برازيليون كاراتين تيرابي والبراند نفسها ليش عارف اسم regrets بس ههو مكتوب عليها ever straightening هو بالزيت كوز الهند وبالكاراتين وبالزيت الأفوكادو بالزردة الكاكاو بجد تحفة لو تعرف ايحد ممكن يجبه لكم هتهوه تعجبكم جدا عظم بانتي ورحتو رهيبة تحسين انت بتاكليبة وانتي معاني ما احب هايجل بس ريحت لذيذة يعني ريحت لذيذة حلوة بس كده انا خلصت الفيديو يارب يكون الفيديو سريع انا بتكمل بسرعة جدا عشان اخلصت بسرعة وما اطولش عليكم بس لو عايزيني بقى اعمل اي فيديوز تانية اقترحوا عليها يا ريت ويارب يكون الفيديو خفيف وعجبكم واشوفكم على خير وزي ما قلتلكو على الانستغرام الموجود على طول انا بس عملته private فقط ممكن تعالوا لي follow وقالوا لي ان انتو جايين من اليوتيوب وهملكو اكسبت على طول و لو عايزين تسألوني اي اسئلة هناك انا مرد على طول يعني 24 ساعة عليه بس يارب يكون الفيديو عجبكم وشكل جديد ما خوفكمش ولا حاجة بروج الغاية وحلقة كبيرة وكل حاجات دي بس واشوفكم على خير ان شاء الله اه هقولكو عشان قبلت اقلوني دي من لو عجبتكو اصلا من topshop ده من H&M ده روج من NYX اقلوني بس ويارب يكون الفيديو عجبكم باي شوفكم على خير اشتركوا في القناة